السلام عليكم بسيكم الخير أنا عنده بأحمد العجلان وابو عبد الرحمن ومحمد السبهان وسألتهم عن انخلة هذي استغرابتها أول مرة شوفوا غالس بالشكل ذا وهم مزارعين فلليح ما بسهلين وش هالطريقة عاد علمون الطريقة الجديدة غالسان خلقون يصير انخلة أقوى يعني مستقبل تكون انخلة أقوى نبي نشوفوا ش عندهم ايه والله بس عيه ولا يصوروا هلا ابو عبد الرحمن طيب اللي توشفتها أساسه فرخ فرخ انخلة الآن هذا طبعا النخل ينقل عن طريقة الفسائل العلي هالفرخ طيب هذا فرخ وهذه يلم طيب وش سويته أنتم قصوا منها كل هالمنطلين قصة ايبه طيب هنا ما يبين هنا ما يبين الجمارة هنا ما الجمارة يبين أول الجمارة من فوق اول جمارة من فوق من فوق ايه وش ابو دحيم هالحين حنا قصينا من هنا ايه وجدعناه هذا رميناه ايه وبقينا الجذور والجمارة هالاصلية قاعدة هالجمارة الله الله وتدفنه كامل بطين كامل بطين وتزبر علي طين لا يجيه ماء آبد لا يجيه ماء ايوه هم اليام بيت تميتك اسبوع عشر تيام ملافزاتنا القلب طالع ثاني ايه طريقه ايه سبحان الله طريقه حلو وخف وخف ايه نابن أرجع ناشرح من جيد تويا فهم طبعا الشباب والله عيوا عيوا جزاهم الله خير ايه 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 بحمد علينا بغضلنا نظر ما حنصورينك لكن نقول نسبة النجاح نسبة النجاح بإرادة الله سبحانه ممكن تسعة تسعين بالمية ما شاء الله اكثر من الأولات مية بالنجربنا يواتي بدحيب جربته كام نسبته حولة تشعين الى ما كرت مية بالمية يا شيخ جرأك غرست واجد ونجحها لو بأي وقت تغرس يعني لا تقول اشتاء صيف اهم حاجة لا يجي القلب بالمالا يجي القلب المالا يجي القلب ووقتها القرس مفتوح اي وقت جميل منو اللي يحدون انت خابر لازم سيدا وسقطتها العرض وهما كتدفنا الفرخ بالهر تسلم الحشرات تسمى الفطري وتسلم من كل شي زي الله يبيضوا جي ابرجع هناك ارجع الشرح من جديد تويا فهلا ها الحين عندنا نموذج نموذج زي ما قلنا لكم يقصى الجزء السفلي من الفرخ ويدفن يدفن كامل كم دفنتوه واجد يعني حوالي 10 سانتي تحت طيب ايه ويكون المبعيد عنه لا يجي القلب ويحط عليها كومة التراب هذي تكرمون وتدفن كامل هم تنبت زي البذرة والله شوها قوية جدا طلعة تكون طلع نبتة اهم حاجة لا منها طلعت ايه لانها تصير اقوى هي قوية مرة ايه لازم يحافظ على القلب عن الهواء لا يتحرك لانه يكسره يكسره يكسر الجمار من داخل تموت لذلك لازم منه كل امه بحبل ولا سلك الله يبيضوا جيكا هذي والله طريقة جيدة منه ونبلش مات وغبدل لصارت حوالي 90% بس شوفوا بعد الماء بعد الماء هذي عمره 17 هذي 17 ما عليش يبتحبل لنقطع تكلامك سرعة النمو بس اسرع من الفرقة العادي ايه هذي كفرقة ايه هذي كفرقة هذي عزيب منه النظرة ايه ممتاز ان شاء الله نطبق